بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام وعلى الرسول الله المبعوث رحمة مهدام يا سادة احنا خلاص واخدين على عتقنا ان احنا يحنا يا الوعي لازم الوعي يكون موجود واحنا مقبلين على الزواج انا عايز اقول لكم حاجة الجواز مفتاحه الوعي عايز تكون سعيد في الزواج خليك صاحب وعي وعشان كده احنا مشينا في اطار ان احنا نعمل حاجة اسمها التمهير الزواجي ونهتم بالمهارات الزواجية ومن ساعة ما دخلنا في رحلتنا في التمهير الزواجي لقينا ان في مسألة اساسية بيقوم عليها البيت وهي فكرة القيادة خلينا اقول لكم بس ان فكرة القيادة هي شكل من اشكال تطبيق نعم القوامة بس مش هي القيادة بتساوي القوامة لكن القيادة ده احد المهارات اللي بتكون موجودة في البيت ولازم تكون موجودة فكرة القيادة وفكرة مين هيكون قائد البيت واللي كلمته هتمشي وما حدش يعصى اوامره لذلك في بعض الاحيين احنا محتاجين لازم نفسر مفهوم القيادة لان القيادة مش هي ان مين هيؤمر ومين هينها لكن القيادة حاجة تانية خالص القيادة في بعض الاحيين المفهوم اللي احنا فاهمينه يفسد الحياة الزوجية واحنا عايزين نوصل للسعادة الزوجية القيادة المفاهم اللي احنا عايشين دي ان القيادة منصب بياخده الزوج في الشركة اللي اسمها الجواز وده غلط احنا ما عندنا الشركة الجواز عندنا بناء جديد بيشترك في بناءه الزوجين وهو مولود لازم ننعاه احنا الاتنين عشان كده هنحتاج مجهود في رعاية المولود الجديد والعناية به فالقيادة دي مهمة الاتنين ايه ده هي القيادة دي مش مهمة الزوج بس ابدا القيادة مهمة الاتنين وعشان كده الصراع اللي بيحصل في اول الجواز على مين القائد ده صراع غير رشيد لان كل واحد على حسب ما بيقدر يعمل وعلى حسب دوره هو بيقود في البيت فالزوج قائد مثلا هنضرب امثلة الحالات اللي ممكن يكون الزوج قائد فيها في ملف العمل وملف كسب الرزق وملف التطوير التعليمي الزوج ممكن يبقى قائد فيه والزوجة كمان ممكن تكون قائدة في ملف الصحة وخاصة في صحة الاطفال وملف التغذية وملف العلاقات مثلا كده يبقى احنا فاهمين مفهوم القيادة ان مفهوم القيادة ده بحسب من يتقن ومن هو ماهر في الامور دي عشان كده القيادة محتاجة حكمة مش فرض سيطرة ولا استعراض قوة القيادة بعيدة كل البعد عن انها تكون محاولة للازدال او كسر النفس او كسر النفس مش ممكن ابدا تكون القيادة كده وده احنا اتعلمنا من حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو اسألكم في زوج في هذا الوجود اللي خلق الله كل الوجود ده من حق ويكون قائد بمعنى مسيطر اكتر من حضرة النبي بس عادة النبي علمنا ان القيادة في البيت مش معناها السيطرة لكن القيادة معناها الرعاية ان لو واحد بيعمل حاجة وهو متقنها يبقى الكل يكونوا بيسعدوا بيسعدوا و بيدعموا مش تحت اقدرته لا بيسعدوا و بيدعموا وعشان كده حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان في مهنة اهله لما اهله بيعملوا الامور المنزلية حضرة النبي بيدعمهم يعني يشوف هم بيعملوا ايه حضرة النبي في البيت ويساعدهم وعشان كده حضرة النبي كان بكل وضوح يرقع ثوبه ويصلح نع له بنفسه صلى الله عليه وسلم وما كانش حد من أهل بيته بيعمل كده طب معنى كده إيه إن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان في مهنة أهلي الجمال النبوي ده ممكن نلاقي تجلياته عند بعض العلماء اللي مشهورين في علم النفس زي مثلاً عالم من علماء المعروفين في المنتسبين لهارفرد اللي هو دانيان جولمان بيقول مقولة مهمة جداً جداً بيقولها بيقول إن القيادة ليست مسؤولية مسألة سيطرة وتحكم وإنما هي فن التأثير في الآخرين للعمل الحسيس على تحقيق هدف مشترك إيه الجمال ده؟ طب والجمال ده هو اللي حضرة النبي جيب بأعلى منه إن كلنا ندعم بعض حتى عشان ننشئ أهدف مشتركة وكمان عشان نعيش بشكل صحيح فهنا فيه بقى هنا تظهر بقى إن القيادة دي مهارة مهارة وصاحب مهارة القيادة هو اللي بيقود بحبه وبسعادة مش بصراع أنت مش بحتاج تقاتل عشان تبقى قائد لكن ما احتاج إن انت تعيش في محبة وقامعة اللي حوليك وعشان كده فيه دراسة تم نشرها في المركز الوطني المعلومات الخاصة بالتكنولوجيا الحيوية في أمريكا بتقول إيه؟ بتقول إن استطلاعات الرأي في الصحة النفسية وغيرها بتقول إن الزكاء العاطفي اللي فيه طبعا مهارة القيادة أثره ودوره على معدلات الرضا الزواجي بيصل إلى أربعين في المية ومن ستين في المية من إنجازات الناس الشخصية والعملية بيدخل فيها الزكاء العاطفي كعمل أساسي يبقى بعض الأزواج اللي فاكرين إنهم لازم يعيشوا دور المدير في البيت هم بيفسدوا حياتهم الزوجية لكن ده وأنا شفت ناس كتير بيعملوا كده إن هو بيتحول إلى مدير وبتتحول زوجته إلى مرؤوسة وعليها إن هي ما تكسرش الكلام وعليها إن هي تنفس ده ده ما عندوش مهارة القيادة الزوجية ده بيعمل نتيجة عكسية فالزوجة بتحس إن هي عايشة مع حد غريب عنها أقول لكم الكلام بالفعل بيحصل ومش قادرة إيه اللي حاصل ومش قادرة إن هي تتآلف معه وبتحس إن في مسافة بينها وبينه فهل واحد يحب إن يدخل البيت فالكل اللي في البيت يخافوا منه ولا يبقى سبب سعادة لأهل بيته والزوجته والأولاده تحب لما ترجع البيت يجروا عليك ولا يجروا منك هي دي بقى مهارة القيادة حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كان لما السيدة فاطمة تدخل عليه كان يقبلها بين عينيها لشدة حبه صلى الله عليه وسلم ليها وفرحته برؤيته مهارة القيادة معناها القدرة على التوجيه والإدارة وإدارة العلاقة ومش إدارة العلاقة يعني العلاقة تبقى بتاعدك لكن إدارة العلاقة بشكل فعال وصحي وكمان فتح أبواب جديدة وطرق جديدة عشان نقدر نوصل للسعادة ونقدر نوصل كمان إلى تحقيق مهارة القيادة الزوجية عندنا خطوات نقدر نعملها عشان نقدر نحقق مهارة القيادة الزوجية أول حاجة التواصل الجيد مهارة التواصل الفعال مهارة أساسية للقيادة الزوجية والمهارات دي زي إنك تسمع شريك حياتك بعناية وتعبره عن مشاهرك واحتياجاتك بوضوحه باحترام رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فاهم احتياجات السيدة عائشة وكان بيقول لها إني لا أعلم متى تكوني عني رضية ومتى تكوني عني صاخطة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيعبر بشكل واضح وبيسمع بشكل واضح كلام السيدة عائشة يسمع من أحداشر قصة بعناية ويتدخل في وقت يبن أوي 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 إن هو سمعها بتركيز شديد يقول فيجي في القصة المهمة يقول لها كنت لك كأبي زرعي لأم زرع فالتواصل مهم جدا تاني حاجة التفهم والتحليل لازم نتفهم احتياجات شريك حياتنا ومشاعره وتوقعاته ونحاول نتعرف هو حاسس بإيه ومحتاج مننا إيه ومتوقع منا إيه لنقدمه له فنحلل الوضع اللي هو فيه والمشكلة اللي بيمر بيها بشكل موضوعي من غير ما نعمل أي نوع من أنواع حالة من حالات إن إحنا نحسسه إن فيه مشاعر سلبية حصلت له ما ننجرفش وراء المشاعر السلبية يعني نحلل بشكل متزن رقم ثلاثة في المهارة دي تطوير مهارات حل المشكلات اللي بنشترك فيها في حل المشكلات ولازم إحنا نتعلم إن جزء من النضوج إن إحنا نتعلم إزاي نواجه مشكلاتنا وإزاي نحللها وإزاي نتعامل مع التحديات ونحلل المشكلات بشكل سليم فمثلا نقترح الحلول ونجربها مع شريك حياتنا ونشوف قد إيه الحلول دي ممكن تكون نهجحة ومتطورة شوف مشكلة زي غيرة ما بين الستات أو الغيرة ما بين الأم والزوجة مثلا هتلاقي طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما غارت السيدة عائشة تعامل معها رسول الله بحكمة وخلاص علمها الدرس إن الغيرة لا يمكن توصل بشكل من الأشكال إلى ضرر حد فإذا حد تسبب في ضرر الدرر يزال فرح واخد صفحة بتاعتها وإداها للسيدة حفصة لإن الضرر يزال فنتعامل بشكل صحيح في التعامل مع المشكلات رابع حاجة إن إحنا نعزز التفاهم والمرونة بيننا يعني القائد دايماً بيعزز التفاهم في وقت وقت الاختلاف ويخلي التفاهم مع شريك الحياة بيوصل إلى منطقة فيها مليئة بالاشتراك ومليئة بالمرونة وهي ديت أنا بحب مفهوم المعايشة أكتر من مفهوم المرونة لأنه مفهوم متطور وساعتها بنحترم وجهات نظر بعض مهما كنا بنختلف وإن اللي حاصل ونحاول نبحث مع بعض على حلول مشتركة بتلبح احتياجاتنا حلال اتنين واللي مش هيتعلم النهاردة ممكن يتعلم إزاي عن نعمل ده بكرة وبلاش نحكم على بعض إن الحياة أو المشكلة دي ملعاش حل لأ واحدة واحدة بنمشي في الاتجاه ده ويبقى البيت محتاج مننا إن النفس يكون طويل رقم خمسة إن إحنا نبني الثقة والاحترام فنعزز الثقة والاحترام بيننا وكل ما الواحد كان بيعزز الثقة في شريك حياته كل ما كان قادر على القيادة فجزء من القيادة إنك تتحترم الآخرين وتقدرهم وكل ما تعمل ده وجزء من ده جدا جدا وبنصح الرجالة في الإطار ده إن انت تلتزم بالوعود وتتصرف بنزاهة واحترام مع الآخرين رقم ستة إنك تهتم بالعلاقة الخاصة صحيح ده مهم جدا جدا لإن الأشياء اللي بتجلي بالمتعة شيء مهم جدا في الحياة الزوجية الرعاية والاهتمام بهذا بالعلاقة الخاصة ممكن يبقى جزء من القيادة الزوجية وما فيش مشكلة خالص من إنك أنت تتكلم مع شريك حياتك بشكل واضح وصريح عن احتياجاتك وتوقعاتك في هذه المسألة وهو أتقول إن كلام ده ما يصحش وبيقلل وبيخلي الزوجة في منطقة محرجة وده الأسف يعني إذا الناس ما تمتش بده إيه اللي حاصل بتخلي الناس تحس إن هي بتفقد جزء من شغفها في الحياة الزوجية ومع إن أن ربنا سبحانه وتعالى حلل هذا الأمر وكمان أساب عليه فما ينفعش إن احنا نحوله إلى شيء يستحمل ولذلك لما الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أهيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيت لو وضعه في حرام أكان عليه فيها وز قالوا بلى قالك فكذلك إذا وضعه في الحلال كان له فيها أجر يبقى احنا لازم نفكر في ده رقم سبه وده مهم جدا جدا لأي شخص بيكون قائد وخاصة في الحياة الزوجية إنه يفكر في المستقبل يعمل خطط للمستقبل ويتفق على تحددها ويحول الأهداف دي إلى أهداف مشتركة بالحوار إزاي نطور بيتنا وإزاي نحسن مستوى مدارس أولادنا ويتكلموا عن أهدافهم وإزاي هيوصلوا بيها بشكل مشترك مع بعض رقم تمانية إنه يستثمر في العلاقة بمعنى إيه يستثمر في العلاقة؟ يظهر أهميته بإن العلاقة تستثمر عشان حياتهم تكون أفضل ويعمل إيه؟ دايما يكون التعامل فيه بيان إنه مهتم بالعلاقة ويستثمر فيها ويبين إنه وصلنا للنتائج ده بيفرحنا فيحاول يستثمر الوقت والجهد في إنه يطور ويحسن علاقاتهم الزوجية وده ممكن يحصل بإنهم يخلوا حياتهم سوى أجمل ويملوها بالذكريات الإيجابية واللحظات الحلوة وخاصة الكلام الحلم ووقت الشدة اللي بيسلي الناس ويخفف عن عليهم وكمان الكلوة الحلوة لما تطلع فجأة وبدون مشريك حياتك يبقى متوقعة بتعمل إيه؟ بتنزل برضو السلام على مشاعر وعلى كل أوجاع رقم تسعة إن كل ما الواحد يبحث عن الدعم والمساعدة كل في الأوقات المحددة ويقدر يقدمها للآخرين كل ما كانت قيادته قيادة زوجية صحيحة إن إحنا نبحث عن دعم من خلال مستشارين في وقت معين إحنا مش قادرين نتواصل بي أو المشكلة بقت أكبر مننا نبحث عن الدعم رقم عشرة وده شيء مهم جدا 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 هنا قبل ما سيب النقطة دي اللي هي نقطة الدعم دي رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة مشهورة جدا جدا عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت دخلت على خويلة بنت حكيم وكانت عند عثمان بن مزعون يعني كانت زوجته فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذازة هيئتها يعني ما كانتش مهتمية بنفسها شوية فقال لي يا عائشة ما أبذ هيئة خولة فقلت يا رسول الله امرأة لها زوج يصوم النهار ويقوم الليل فهي كمن لا زوجة لها فتركت نفسها وأضاعتها فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحل الرسول لم بعت لسيدنا عثمان عشان يقدم له الاستشارة فجاءه وقال يا عثمان أرغبت عن سنتي قال فقال لا والله يا رسول الله ولكن سنتك أطل قال فإني أنام وأصلي وأصوم وأفطر وأنكح النساء فاتق الله يا عثمان فإن لأهلك عليك حقا وإن لضيفك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا فسم وأفطر وصلي ونم فأتتهم المرأة اللي يمين خويلة فأتتهم المرأة بعد ذلك عطرة كأنها عروس فقال لها مه يعني الله أكبر يعني قالت أصابنا ما أصاب الناس عشنا بقى وحياتنا رجعت زي بقيت حياة الناس شوفوا الاستشارة لما جات فوقتها غيرت الحياة رقم عشرة لازم نستمتع بالوقت معا وهو تنسو لو حد عايز يعمل حياة ويكون قائد للحياة الزوجية لازم يستمتع بوقته مع شريك حياته ونقوم بأنشطة مشتركة وممتعة عشان الحاجات دي هي اللي بتقربنا من بعض وتفتح أبواب السعادة وتجلب علينا كمان حياة وسعة ومش بس يبقى السعة جابت سعادة وإنك تعبر لشريك حياتك عن حبك وسعادتك بالأوقات دي وعلى فكرة ده مش عب ده بيخلي الراجل يشوف نفسه ببساطة خالص حالة من حالات إنه هو بسعيد اوعى تفتكر إن تعبيرك ده عن حبك وسعادتك إن أنت قاعد مع زوجتك ولا مع أحبابك ده بينقص من رجلتك لا 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 ده بيزود رجلتك وبيخليك بيخليك فكهة البيت بيخليك لو هم لو غبت عنهم يشتكوا من ده وعشان كده البهاء الزهير كان دايماً بيعبر عن حبه لزوجته بأبيات غاية في الإبداع بيقول بروحي من أسميها بستي فترمقن النحات بعين مقتي يرونوا أنني قد قلت لحناً وكيف وإنني لزوير وقتي ولكن ملكت جهات الست طراً فلا لحنا إذا ما قلت ستي يقول لها أنت مالية كل جهاتي فعشان كده أنا بقول ستي لازم نتأكد يا سادة إن مهارة القيادة الزوجية دي مش بتيجي بالتمني ولا بتيجي بالأفكار هي محتاجة وقت ومجهود محتاجة جهد دي إحنا نمرسه فمهارة القيادة الزوجية تحتاج إلى وقت ومجهود ونحتاج إن إحنا نعيش بيها ونحتاج إن إحنا نستمر بيها والالتزام بتحسين العلاقة بشكل دائم ويمكن يكون المجهود اللي إحنا بنبذله ده في تعزيز التفاهم والسعادة هو أعظم ما نستثمر به حياتنا الزوجية لو أمشينا بالعشر معاني دي عن أحصر على قيادة للزواج نحو مدد الله وجمال الله وسعة الله ومودة الله وكمان في رضا الله سبحانه وتعالى يا رب الهمنا إن إحنا نقود بيوتنا إلى الرحمة والمودة والسكينة والسعى والفضل يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين ألهمنا الرشدة في كل وقت وحين يا سادة بعد الفاصل نلتقي بأسئلة حراداتكم ونجاوب عليها بمحبة وبود عسى الله سبحانه وتعالى يتقبلنا ويوفقنا ونجيب على أسئلتكم ولكن بعد الفاصل رجالنا لحضراتكم معنا صفحتنا على الفيس بيك وصفحة بينامج ولو تعسروا اللي بنتلقى عليه أسئلتكم المباركة ونخصص لا وقت نجيب عليها ولكن اسمحونا دلوقتي نتلقى أسئلتكم المباركة ومعنا أول سؤال من السيدة أم أحمد سيدة أم أحمد تفضلي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازايك يا عم الشيخ فضل ونعمة الحمد لله كل سنة وأنت طيب وحضيك طيبة إن شاء الله يجعل كل أيامنا أيام سعادة وده شهر راكب شهر النور والبركة يا ربي يا عم الشيخ أنا ست موسنة ليه سؤالين عندك اتفضل يا أنا ست موسنة بنتي بيسسعدي وبتديني ويجيب لي حاجات مبطولش الجزء لو قالت له هيعمل لها مشكلة السؤال التاني حضرتك معي سامع آه بس أجاوبك بعد ما تخلص طيب يا حبيب السؤال التاني أنا لما بسمع الفجر أقولها أم أصلي بكسل والفجر معربش أصلي إيه زنب أنا بقى وبنتي أبقى أنا اللي حرام علي أو عليها هي طيب ما عليش خليني أسألك السؤال يا حاجة اتفضل يا حبيب هي لما ربنا يزيدك حباً وفضل يا حاجة هو لما لما هي بتديك الفلوس دي بتديك الفلوس دي يعني هي بتعمل ايه؟ بتوفر من الفلوس ولا جزء إداها الفلوس ولا ده بتقولي ده من مصروف أنا آه يعني هو بتديها مصروف خاص ليه هي أيوة آه بتقولي ده من عند أنا طيب 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 تقولي ده حاجة مني أنا يا ماما خلينا جاوبك على سؤالك لا ده يا جوز ولا فيها أي شيء خلاص؟ هي طبعاً بيبقى من الأحسن أنها تقوله لكن ده هزمتها المالية المستقلة وهي ينفع أنها تديك من الفلوس دي وما عليها شيء إس الأمر الثاني كما سألت صلاة الفجر يا حاجة أنت سنك كم دلوقتي يا حاجة؟ أنا أقولك ما تقولش لحد لا مش أقوله بس كل الناس سمعاكي بس فما حدش يقول حاجة الله يخليك يا رب أنا 75 يا لسه شاب يا حاجة لا بقى خلاص يا بيه بقى خلاص فاللي حاصل الله يرضى عنك فاللي حاصل يا حاجة إذا كنت انت نوية أصلا أن انت تقومي ولكن بيغلوبك النوم خلاص انت ليس عليك إسم وإن شاء الله صلاتك لما تصحي هي صلاتك دي وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكتب لك السبب والفضل والنعمة ومش عليك إسم إن شاء الله نعم أستاذ عبد الرحيم من المنوفية أستاذ عبد الرحيم أيها نعم اتفضل يا فندب السلام عليكم عليكم السلام ورح تطلب بركاته دكتور ازاي صلاتك حضرك فضل ونعمة الحمد لله والله لو سمحت أنا زوجتي يعني بقالها يجي أسبعين ثلاثة كي دي بتخش الحمام وجاي خايفة منه وتعود وتبقى ترتعش كي دا وحاولنا نعمل لها قرآن وحاجات مي دي مش عارفين إيه الحل في دي أقول لك الحل يا حاج عبد الرحيم فيه سؤال تاني؟ لا لا هو السؤال دا حضرتك بس طب إيه آخر حاجة حصلت له؟ ما فيش حاجة حصلت بقى يعني ما حصلش حاجة يا من يعني أصلا تعبان أصلا صحيا شوية آه عندها يعني عندها تعب صحي جديد ولا قديم؟ لا دا قديم كانت عاملة دعامة في القلب وبدل تعالجوا كويسي بس إجالها الظروف دي وعملين جبت لها كذا واحد شيخ وإراما قرآن وحاولنا الحاجات وساعات تبقى كويسة وساعات تروح مقلوبة وتروح الشكلها متغير وتروح زعلانة أجاوبك يا حاجة عبد الرحيم حارف أقولك تابع ليه طيب بص يا حاجة عبد الرحيم إيه وعد جبلها حد يقرع عليه ليه طيب لأن اللي عندها دوات أمر يتعلق بإحساسها ورعبها وخوفها هي دلوقتي بسبب حالة صحية اللي عندها عندها خوف من الموت ربنا يحفظها هالك وإن شاء الله ربنا يجعلها مديد العمر إن شاء الله مع حسن العمل إن شاء الله أنت بتسألني أعمل إيه زود الحنية شوية حاجة عبد الرحيم بتسألني أعمل إيه زود الاهتمام بيها شوية يا سيد عبد الرحيم هي دلوقتي اللي حاصل ده في أغلب الأحيين بتجربة طويلة تجربة طويلة تصل إلى 25 سنة حاجة عبد الرحيم اللي شوفنا إيه إن الزوجة لما تبتلي تروح نحية العفاليت والخوف من الجن وكده بيبقى عندها مشكلة في الاهتمام بيها من زوجة هتقول لي أنا مهتم بيها آه يبقى الاهتمام مش راح في المكان الصح فأنا بقول لك اهتم بيها زيادة اهتم بيها زيادة عليك إن انت تشهير إن هي ما تخافش من مرض إن هي ما تخافش من كذا لإن هي حاسة إن في حاجة عتجلها من عالم الغيب فجأة فحسسها إن هي فراحة وإن هي مطمئنة وإن هي ما تخافش لو عملت كده إن شاء الله كل ده يزول وأنا بقول لك ما تجيبش حد يقرأ عليها خليها هي تقرأ كتاب الله وخلوا دون الوقت عندك أنت حالة من حالات إن القرآن ما يفرقش البيت وخليها هي تقرأ الفاتحة سبع مرات قبل النوم نعم معانا الأستاذ معانا الأستاذة نعم معانا الأستاذة مونة تتفضل أيها السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله بركاته أستاذ مونة زي حضرتك كل السلام وحضرتك طيب وحضرتك طيبة وبفضل ونعمة بص حضرتك هو أنا بسأل سؤال لأكتر حاجات بشوفها وفي أقرب الناس عندي من الزات الناس اللي متزوجة بايز اللي بقى لهم عشرين سنة وأكتر لما بيحصل بينهم مشاكل الخصام بيطول مثلا أسبوعين تلاتة مع مرور السنين بقى بالشهر والشهرين مع مرور عشرين سنة بقى فيه غضبان وتسيب البيت وتمشي بالشهر والشهرين وتسيب ولادها ومدرسهم والأب والكلام ده تاني حاجة لما بيطرادوا بيعيدوا القديم والجديد فما بيش بتصفى الراجل نفسه بيبقى عنده نوع الحنية بيبقى رايب من ولاده بيحنين عليها لما كان معه فلوس كان بيصرف بدون حساب أولا الفلوس دلوقتي ما بقتش موجودة الناس مثلا لما بيتسافر بيبقى معاها بميرد الله النهاردة الظروف الدنيا على البلد كلها وعلى الدنيا مش متزبطة فحاليا دلوقتي الأسرة دي يعني معرضة للانهيار أو التفكك بسبب ايه القبي بيدي على قد ما يقدر على قد مرتبه مش بخيل لكن ايدي دلوقتي مش طايلة الاول كان فيه سؤالك ايه أستاذة مون الست اللي هي ما بتصفاش للزوج مهما بيعمل بتعيد القديم الجديد ونكت باستمرار ما بتحسش ان هو مهما عمل لها برضو هي مش رادية لانها عايزة فلوس قصة كلها المشكلة انها عايزة فلوس طالما مش مكفي احتياجاتها اللي هي عايزاها مش الضروريات هو الحمد لله مكفي بيت على قد مقدر مرتبه طايل انما مش رادين مش بيحمدوا ربنا على طول انت طيب يا سيدة مون اجاوب على حضرتك على طول دلوقتي حالة يا ريت ربنا يبارك لك الله يبارك في حضرتك انا المشكلة لحضرتك بتقوليها دلوقتي انه وعدم المراضة ما بين الزوجين انا شايف ان المشكلة عند الاتنين مش مشكلة عند واحد بس ايه ليه كده بس لانه وقف الحقيقة خلينا اقول لكم اللي انا شفته وخلينا اقول لكم الخبرة اللي احنا شفناها فيه الارشاد الزواجي الخبرة بتقولي ايه يا سيدي خبرة بتقولي ان الستات ما بتطلبش الفلوس غير للامان يعني مش الاصل في الستات ان هم ناس طمعين لكن الاصل ان الستات بتخاف ان الستات عندها احتياج للامان الفلوس بالنسبة لها بتساعدها على الاحساس بالامان لان هي بتخاف لانها لما تتعرض لازمة مالية انها تتهدد في امنها الجسد في عرضها في اولادها فهي بتحتاج للفلوس عشان تحس بالامان طيب يبقى ده معناه ايه معناه ان انا عايز اعدل نظرة الزوج ونظرة الزوجة ان الزوج يقدر المعاني اللي بتمر بيها الزوجة انه يقدر ايه بقى يقدر ان هي خايفة فما يزوداش خوف يقعد معاه ويتفقوا مع بعض ويجدوا للدنيا ليه طيب لان دوت هو الحل الوحيد الحوار والكلام والاتفاق ازاي عنديه للبيت لكن هو دايما لما هو يتيجي تتكلم هو يحسب ان الكلام دوت نوع من انواع الضغط عليه لان هي ست مادية ده مش صح طبعا طبيعي ان الست تكون مرتاحة لما جوزها يكون بينفق وبيصع وبيصرف وطبيعي زي ما هو بيبقى مضغوط لانه هو عنده مشكلة في الحصول على المال هي كمان تبقى مضغوطة لان الفلوس لما بتزيد هي كمان المطالب بتزيد والتكلفة بتزيد فنصحتي ان هم يعودوا مع بعض ويتكلموا مع بعض مش ان في حد يحكم على التاني ان هو انسان مادي فانا فانا بقوله ايه ان الزوج يسعى اكتر لتحصيل الموارد للبيت والزوجة تقدر ده لازم يبقى الحركة من الاتنين هو يسعى اكتر وهي تقدر ده اكتر لكن مش هنقول ان الزوجة ارضي انت مبترضيش ليه هي هترد علينا وتقول لنا ببساطة خالص طب وانا اصرف على البيت ازاي يبقى الحل الوحيد ان احنا نتقارب الوقت ده هو افضل وقت تتبني في السعادة الزوجية ان احنا نحس ببعض هي تقول له ربنا معاك وربنا يساعدك وانا في ظهرك وهو يقول لها انا ما اقدرش اوفر حاجة لكن ما ينفعش ان احنا في الحالة دي الزوج يفضل على حاله دي انه كان بينزل يفضل برضو بيعمل نفس الحكاية لا هو هيقلل ده لان فيه ساعتين اللي لازم يزود بيها داخل البيت الحالة الاقتصادية دي محتاجة مننا مزيد من العمل كده تتحل المشكلة دي يا استاذة مونة مش هتتحل بان احنا نقول للست بطري تطلبي لا هي لازم امو اللي هتطلب هتنفق على البيت منين ما هي لازم هي تطلب ولكن تطلب برحمة وهو لازم يسعى بجد الاتنين دولا هي تطلب برحمة وهو يسعى بجد كده البيت يتحل معانا مين نعم استاذة نجوة تتفضل فعله السلام عليكم وعليكم السلام راح تطلب بركاته يا حضرتك يا شيخ فضل ونعمة الحمد لله بصي شيخ انا بس اتصلت بك عشان انا بس ابتلت في ابني ابني كويس ومحترم كل حاجة هو ابني كبير وابو متواصل بس هو تظلم ودخل السجن وهو دلوقتي تحقي سنتعبانا نفسيا عشان انا بتعلقنا وهو جاي بدي روح واحدة طيب كل ما روح ازره ويجي اشوف اتعب نفسيا وعود ايكلم برب خليني بس اكلم حضرتك يا استاذ النجوة هو هل هو محبوس في حاجة هو عملها يعني فيه تقصير هو عمله عشان اختلف الحل عنده يعني هو هل هو عمل تقصير فترطب عليه الحبس ولا هو ما عملش حاجة وحد تبل عليه انت مش معايا استاذ ناكوة خليني ارد ارد على حضرتك في الحالتين يعني الافترض مثلا ان ابن حضرتك لو ان هو خد بضاعة وضياعة مثلا فبقت عليه شيكات فققت حبس بالشيكات دي ده موقف يبقى ليه حل او ان هو لا ده هو ايه اللي حاصل ان فيه حد تهمه في حاجة في تبديد اموال مسروق هو هو اللي سرق فاذا كان هو مظلوم فديه ليه حل واذا كان ظالم فهو ليه حل فابنك لو كان كده ابنك محتاج حاجة تانية اوعي تخلي نفسك تتوجع كده لانك انت فشلت في تربيته لو كان هو فيه حد تبلع عليه علميه ان هو يبقى راجل وان اللي حاصله ده هيزوده رجولة مش هيخليه مهان وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكتب ويظهر الشخص اللي هو نصب عليه او انه حاصله كده ربنا سبحانه وتعالى ينجي من ده فهو محتاج محتاج لحياة تانية محتاج لدعم اخلاق ان هو يسترجل كده ويصبر ده لو كان هو ما ظالمش طب لو كان هو ظالم الناس وقصر نقول له يا ولدي انا حبي ليك ما تأثرش انت ابني وهتفضل ابني حتى لو غلطت دي اول حاجة لازم اقولها له كده انت ابني وهتفضل ابني ما حتى لو غلطت ويا ابني احنا بنتوب بنقع في الاخطاء وبنعصي وبنتوب انت توبتك دي عشان احنا ربنا سبحانه وتعالى بفرج علينا وعشان كده انا افضل بحبك وهو لو بعد عنك ده ربنا سبحانه وتعالى كاتبلك ان انت تحبيه وما يحصل لكيش ده لازم لما لوحد يحب حبيبه ما يعتبرش ان حبيبه كل حياته حبيبنا مهمين في حياتنا بس مش كل حياتنا لسه في حيات تانية في حياتنا مهمة مهمة في حياتنا ان احنا نكون خيرين فنهتم بخير الناس نهتم بخير الاخرين في مناطق كتيرة في حياتنا لازم نهتم بيها احبب حبيبك هونان ما فلازم تعرفي ان ربنا سبحانه وتعالى بيرقيقي ما تبقاش انت زي ما بتقول كده ما ينفعش تتماهي وما ينفعش تدوب في حبيبك حتى ولو كان ابنك حتى لو كان اي حد هو الوحيد اللي احنا عن حبه حبه اكتر من نفسنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم هو دوة الايمان لكن احنا لازم نبقى عارفين ان الدنيا بتتغير اللي حبه ثابت في قلوبنا الله ورسوله ما بيتغيرش وما بتحولش وده جزء ايمان طب والاخرين لازم نبقى فيه مسافة فابنك ربنا بيعلمك المسافة اللي تكون بينك وبين ابنك عشان انت بعد الشر لو حصل حاجة لا هو يتدمر ولا انت تتدمره بعد الشر ولذلك اعتبري ده كورس وده تدريب ربنا بيدربك على انك انت ازاي تكوني معتدلة في حب ابنك اعملي ده وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى وان زيك حضرت النبي قال للمرأة ايه قال لها اسبري يا امرأة فانا زيما بقولك كده اسبري واعلمي ابنك الصبر عشان حياتكم تبقى متزنة نعم السيدة معلقة تتفضل سلام عليكم وعليكم السلام وحضرتك 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 طيبة وبفضل وفي نعمة الله يخليك بقول لحضرتك احنا في ورث من البوزة اللي يرحمه في مصر الجديد طيب الورثة باعه طيب ولاده من الزوجة التانية باعه طيب فانا ليه نصيب بجد من نصيب المرحوم رمضان فيه واحد من المشتر من الورثة مستولى على المحلات ومستولى على شقتين احنا فاخته مقومة قضية فبتدفعنا نص المبلغ للمحامي طيب وهم النص فين فين السؤال بقى أنا عايز أعرف يعني إحنا ندفع النص للمحامي في الفلوس لا مسألة التقاضي دي دي مسألة عرفية لو أنتوا بتتكلموا على أن ندفع قد إيه بحسب إحنا لو أنتوا اتفقتوا على أن المحامي ده تحيكون الفلوس بحسب نصيف كل واحد وده الأقرب إلى الانصاف لكن لو أنتوا اتفقتوا على كده ده مش هيبقى فيه اسم ولا فيه ظلم لكن لو اتفقتوا لو ما اتفقتوش آه أنت تدفع بمقدار حصتك في هذا الملك لأن دوت هو دوت الحاجة بتاعتك يا سادة احنا النهاردة تكلمنا عن مهارة مهمة جدا 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 مهارة القيادة الزواجية وقلنا أن فيه خطوات كده لازم نعملها عشان المهارة دي تكون سبب من أسباب السعادة في زواجنا لازم نتعلم المهارة دي لازم الزوج والزوجة يتعلموا يتعلموا إيه؟ يتعلموا شوية خطوات يتعلموا التواصل الجيد ويتعلموا التفاهم والتحليل وكمان يطوروا مهارات حل المشكلات ويعززوا التفاهم والمرونة وكمان يبنوا الثقة والاحترام بينهم ويهتموا بالحياة الخاصة اللي بينهم ويفكروا في المستقبل ويستثمروا كمان في العلاقة ويبحثوا كمان عن الدعم والمسندة في الوقت اللي هم محتاجين فيها الدعم والمسندة وما ينسوش إن هم يستمتعوا بأوقاتهم مع بعض يا رب جعلنا دايما يا رب نسعى إلى إن إحنا نقيش في شكر نعمة المودة والرحمة والسكينة اللي في بيوتنا وجعلنا في رضاك وجعلنا في حماك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين أكرمنا بالرشد وبين أن نقود حياتنا إلى السعادة بمددك يا رب العالمين اللهم آمين 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 يا رب العالمين